السلام عليكم اهلا بيكم في مطبخ موني النهاردة هنعمل تحلية بالشوكولاتة كده العشاء الشوكولاتة شبيهة كده بالتشيس كيك يعني ممكن نسميها بديل التشيس كيك لكن سهل وسريع طعمه جميل جدا هنعمله من غير جبنة من غير كريمة من غير نشويات ومن غير سكر طريقة تحضيره سهلة طعمه جميل جدا مناسب للضايت العادي وكمان مناسب لمرض حساسية الجروتين وكمان مناسب لمرض السكري ومقامة الأنسولين طعمها جميل جدا وبالدوف البق ميكس الشوكولاتة كده بجد طعم رهيب شايفين الجمال ده؟ يلا بينا نشوف طريقة العمل انا هعمل الوصفة دي من الزبادي هحتاج في الوصفة نصف كوب بالأكواب الهيارية من الزبادي اما تستعمله زبادي كامل الدسم وتصفوها او تستعمله زبادي يوناني يعني مش عايزة يكون فيه سوائل في الزبادي واحط عليها بقى دلوقتي بيضة واحدة كبيرة من الصغيرة بيضة كبيرة وهنضيف عليها كمان دلوقتي تقريبا كده معلقة صغيرة من الفانيليا السيلة وهنحط كمان دلوقتي تقريبا نصف معلقة صغيرة من الخل الأبيض وهنجيب بقى دلوقتي المضرب اليدوي ونبدأ ان احنا نقلب الحاجات دي مع بعض طيب ايه بديل الزبادي ممكن ان انتو تحطوا لبنة بس ما تكونش حمضة تكون لبنة عادية نفس الكمية برضو تقريبا الكمية بتاعة الزبادي 150 جرام وهنحط عليها بقى دلوقتي كاكاو انا هستعمل في الوصفة كاكاو يكون طبعا بني غامق غير محلة هنحط بمعيار المعلقة الصغيرة المعلقة الكويسية معلقة صغيرة مليانة ممسوحة بالشكل ده يعني مش معلقة هرمية معلقة ممسوحة كده علشان ما يكونش اللون بتاع الحالة غامق قوي وهنرجع تاني نقلب نقلب كده لغاية لما يختلطوا مع بعض هنسيب بقى دلوقتي الطبق ده على جنب ونحط المكون اللي هيمسك معانا القوام مع البيضة هنجيب بقى دلوقتي موزة موزة واحدة تكون حجمها متوسط بالشكل ده وانا اخترت موزة مستوية علشان تكون مسكرة لان انا مش هحط سكر في الوصفة هنجيب بقى دلوقتي موزة مستوية حجمها متوسط بالشكل ده كده وعلشان تتهرس معانا كويس هنجيب طبق مسطح كده ما يكونش طبق غويت ونقطع الموزة كده ونبدأ نهرسها بالشوكة كده طيب بالنسبة لمرضى السكري بقرر دايما مريض السكر ممكن يأكل موزة عادي مفيش مشكلة بس ليه موزة واحدة حجمها متوسط في اليوم الوصفة دي انا عملتها كلها بموزة واحدة وهنعمل التحلية دي اتنين كاسة حجمها متوسط يعني الكاسة الوحدة هيكون فيها تقريبا نص موزة فما فيش اي مشكلة بعد ما هرست الموزة بقى بالشكل ده كده انا ما حبيتش ان انا هرسة زيادة عن اللازم علشان يكون معانا القوام متماسك هحطها بقى دلوقتي على الخليط اللي احنا عمنا ناخد بالكو انا ما حطتش سكر ولا عسل ولا اي حاجة ولا حتى دبس طمر لو انتو عايزين تحطوا سكر دايت او عسل او دبس طمر زي ما انتو عايزين اه يعني على كفكوا زي ما تحبوا هنقلبهم مع بعض بقى لغاية لما يختلطوا كويس ويلا بينا بقى نعمل التحلية زي ما قلت بقى من شوية انا هعمل الوصفة دي لفردين او حسطين فجبت بقى دلوقتي تواجن حجمها متوسط بالشكل دا كده وهحط بقى دلوقتي نص الكمية في التاجن الاول ونص الكمية في التاجن التاني ممكن تعملوا الخليط كله في صنية كبيرة زي ما انتو عايزين بيكون معانا القوام زي ما انتو شايفين كده سائل لكن تقيل شوية انا مش هحط بقى اي تزيين دلوقتي الان لو انا حطيت لو انا حطيت شوكلة شبسة او ملقصرات او اي حاجة فهي هتنزل تحت الان لسه القوام سائل هناخد بقى دلوقتي التحلية دي بنحطها على صاج او على صنية كده وندخلها الفرن بتدخل على فرن سخنة على درجة حرارة 180 في الرف الاوسط من الفرن بتقعد بالزبط 20 دقيقة شايفين اول ما تبدأ ان هي تاخد اللون الغامق ده وتحسوا كده ان هي استوتي بقى كده خلاص جهزة معانا هنطلعها بقى وهي لسه سخنة وهحط عليها تشوكلة شبس دارك ممكن تزيينوها باي حاجة انتو عايزينها هحط بقى دلوقتي كم واحدة كده من الشوكلة شبس وهوزعها بالشكل ده كده هحطها كده وهي لسه سخنة علشان الشوكولاتة تبدأ تسيح شوية وتمسك كده في السطح بتاع الحالة بنفوق ولو عايزين تحط مكسرات مفيش اي مشكلة وكمان لو عايزين تحط وصفة النوتيلا الصحية برضه تبقى حلو قوي بعد ما حطيت كده الشوكلة شبس بالشكل ده هضغط عليها بالراحة كده بايدي علشان تثبت وبعد كده هاخد التحلية دي ودخلها الفرن بس مش هيكون الفرن شغال يعني انا خلاص قفلت الفرن دلوقتي هاخد بقى دلوقتي التحلية دي ودخلها الفرن يعني هسيبها حوالي خمس دقايق كده كده كوة الفرن هو سخن علشان الشوكولاتة تسيح شوية وتثبت معانا من فوق انا هنا دخلتها تاني الفرن والفرن مقفول خمس دقايق بس عشان الشوكولاتة تثبت معانا وبعد كده طلعتها بتكون معانا بالشكل التحفة ده جاهزة بقى دلوقتي ان احنا نقدمها يا اما تحطها في التلاجة تبرد شوية او تكلوه على طول انا بصراحة اخدتها كده وحطتها في التلاجة حوالي عشر دقايق كده علشان تساء حاجة بسيطة وبتكون معانا بقى بالقوام الكريمي التحفة ده طعمها لذيز جدا القوام بتاعها كريمي تحسوا كده ان انتو بتاكلوا تشيز كيك شوكولاتة يعني بجد طعمها رهيب ان شاء الله هتعجبكم جدا بس لما تعملوا الوصفة لازم ترجعوا تكتبولي في التعليقات رأيكم فيها ايه هقولكو بعد الوقت الصعرات الحرارية للوصفة بتاعتنا الوصفة كلها على بعضها الكمية كلها يعني لو هتعملوها كاسة كبيرة مثلا او صنية كبيرة الكمية كلها على بعضها من غير الشوكولات شيبس التزين يعني هتكون الصعرات بتاعتها 258 صعر حراري الكمية كلها 258 صعر حراري عملنا اتنين كاسة حجمها متوسط بالشكل ده هتكون الكاسة الوحدة 129 صعر حراري اذا عجبكم الفيديو بتاع النهاردة ما تنسوش اللايك وشير للفيديو وبالفة هنا وعلي اشتركوا في القناة